بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ونهاركم سيد وطيب غالياتي اليوم سنشوفو خبز اسفنجي بطريقة مختلفة اللي قدمتها لكم وبحشوه كما كنتشوفو كالمعتاد لكن ما يشرح تكون باللحم لكن بالدجاج نشوفو الوصفة مع بعضنا وطريقة التحضير وتلقاوو الوصفة في موقعي كوكباد صورة مرفوقة مع الخطوات كتابة يلا نباشروا مع بعض ان شاء الله هاكم شوفو في الشكل التحضير جيبنينا يعني مش يخطيك اللحم ما ديريش لون بوغير هاكم شوفو فيه والخبزة البنات رائع جدا وما يطولش لا في الطحضير طريقة التحضير لا في وقت التخمير وإلا في الطهي سهل 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 نروحوا الآن لطريقة التحضير هنا راني نعتلكم فقط في الشكل التحضير سواء الخبز سواء الحوشو يعني الطعمار راهم كامل نعفو كفاشي طعمار هنا يروحوا للمقادير البنات راح نحتاجوا 300 قرام هنا راح نستعمل ربع خبيزات تحبي الدوبلي دوبلي الكمية ضع في الكمية عفونا عندي 200 قرام فارينة عندي 150 ميلي حليب دافئ حليب دافئ راح نلوح لها ملعقة اكل خميرة الخبز ونزيد نضيف معها شوية سكر باش يتفاعل باش تتفاعل عفوا الخميرة مع الحليب الحليب ضروري بضروري جدا انه يكون دافئ الآن راح نضيف البنات زوج ملاعق زيت الزيتون واللي ما تحبش زيت الزيتون ولا ما تحبش تدير به تكتفي بالزيت العادي هنا انا راح ندير زوج ملاعق زيت زيتون ونزيد زوج ملاعق زيت عادي يعني زيت المائدة تحبي تديري ربع ملاعق ملاعق زيت عادي كما تقدري تديري ربع ملاعق زيت زيتون انا وجدرت نص يعني زوج ملاعق زيت زيتون ونزيد نضيف لها الآن زوج ملاعق زيت نباتي ها ونخلط الكل مع بعض هنا راح نزيد نضيف بياض البيض هنا عندي بيضة البياض راح نضيفه مع خليط الحليب والخميرة والزيت والصفا راح نخليه باش ندهن به سطح الخبيزات هنا نحاول ندمج الكل مع بعض الحليب خميرة السكر والزيت الزيت والزيت الزيتون من بعد الان نبدأ نجمع في الطاحين او الفارينة بالمزيج اللي كنت درته معكم ذلك حتى نتحصل على عجينة متماسكة الشبه ملتسقة هنا كما تشوفوا الملح ضفته في الاخير حوالي ملعقة ملعقة صغيرة تعملح هاد الكمية راح ادلي ربع خبيزات البنات هنا راني مانيش نعجن راني جيست اللم فيها فقط نغطيها ونخليها على جانب حتى نتريح ما نقول لكم شوقت التخمير على واش لانه كل فصل وكيفاش هنا راح نروح نحن شوي عندي جاج مرحي وعندي بصل وعندي ثوم وعندي مطارد راح نضيف الجاج هادك اللي كنت ذكرته لكم كامل اللي هي البصلة والثوم سمينة ثوم مرحيين ونضيف شوية فلفل اسود وشوية ملح وخلطوهم وكل مع بعضهم حتى يندامج الكل مع بعض هنا عندي معدنوس مهوش حاضر هنا بيد مجانين معدنوس انا نحاول نتبل هذك الدجاج حتى يوصل معدنوس نضيف شوية خل انا بغيت القارس لكن ضربت على القارس تاني لقيتو خلص عادي اذا عندك القارس ديري اذا ما عندكش القارس اكتفي بالخل هنيا راني نخلط كامل كل شي عافون مع بعض ونخليه نغطيه ونخليه هنيا بعد ما خمرت العجينة هاكم تشوفو هنما ليش راح نعجينها خلاص يعني راح نكسمها كي ما كم تشوفوها فقط مباشرة نروح نكسمها ربع كوريات قلت لكم العجينة هذي راه يدير ربع نحاول نشكل كورات احنا يا انا دائما في المعجنات الابنات نستعمل العشر اللفات هنا ها هي كي نحكم وحده زوج هذي هي العشر اللفات ثلاثة ربع وشي هي الدور اللفات هذا كله وشي والغرض منهم والله وشي والهدف منه الهدف من العشر اللفات هذي البنات يعطي لكم وحد الخيوط الداخل يعني يعطي لكم خفة للخبز وخيوط هكا هنا بعد ما ديرت العشر اللفات اللمها بهذه الطريقة ونعاود ندير هذ الحركات الدائرية ونضغطها شوية بيدي باش تشكل لي خبيسات ونطلعون بورغر البورغر عفوا هنا ندير درت لهم كامل يعني هذو كل ربع الكوريات كامل درت لهم عشر لفات من بعد جي طرحة ندهنهم بهذاك الصفار اللي بقالي درت فيه شوية قهوة ودرت فيه شوية زيت وخلطها مليح وذكراني ندهن فيهم الخبيزات ورشيت عليهم من فوق الجلجلان وفي هذا الوقت نخليهم على جنب حتى يضاعف الحجم انتحم هنا قصية البطاطا باش نقليها كما كم تشوفوا هنا صدر الدجاج اللي تبلتوا له واجد ساجي هنا نقلي البطاطا نوجد كلش والفورن هنا يا اراني شعلته هنا المخبوزات هنا كم تشوفوا فيها بلي خمرت هنا البنات ما تخليه واش يخمر فوق ما يلزم يعني اذا شفت الخبيزات تشققوا بزاف اعرفوا بيعطيتها وقت بزاف في الطخمة هنا نحطيت الخبيزات يطيبوا في نفس الوقت وفي الوقت هذا كان وصل المعد نوس رأيكم تشوفوا اللحته في الدجاج وبديت انطيفي هناك الخبيزات هنا مازالوا سخونين ما بغيتش نحمرهم بزاف وبديت قسمت هذا كل صدر الدجاج قسمتوا على ربعة البنات وبديت نقلي فيه على شكل خبيزات حتى هما برش نحطهم في البورجر بتاعنا نعاود ونكرر لكم البنات الوصفات ونخليها لكم وصفة الخبيزات راهي سهلة مهلك ما كم تشوفوا في دقيقة توجد تلقاوها في موقعية لكوكباد نتوقن نقلي لكم الرابط صفحتي على كوكباد في صندوق الوصف هاكا حتى نطيب لي هذا صدر الدرجاج يجيب بنين كما شفته درت له الملح والفلفل الأسود والمعدنوس هاكا حتى نكمل يعني ماشي دولي البورجر يخطيك الحم من ديرش والله يخطيك لا يعني نقدو نديروه حتى بالدجاج وفي متناول جميع هنا يارا نقليه في البيض الثاني البيض كل وحده كيفاه كيلي يحب الصفار يبقى مزني هنا عندي الحشوة الطباطم بص أصلاطع البيض الجبن الطاري هذا ما الحشو اللي نحتاجه وحادي يعني والخبز الليبنات أي نوع من المخبوزات وش كان بريوج خبز وش يكون يكون عمرك اللي تقصيه هو سخون شوفوا الليبنات كيفاش جت طرية لكم تلاحظوا راني ندير في الهريسة وراني نسيس فيها بش مت يعني رح تجيكم خفيفة الهريسة هنا يدرت الهريسة اختياري اللي يحبي يدير اللي ما يحبش او زي درت الجبن الطاري أي ماركة تفضلوها ماشي كي ما نقيدكم حتى بماركة البنات احنا نعطيوكم فكرة وانتوما وش ساعدك اشري تقديري حتى بالفرماج الواليد تديري بأي اللي تحبوه يعني هادي المهم جبن طاري اذوك هنية الكمية كل واحد كيفاش يحب كاللي يحبي يكثر الجبن كاللي ما يحبش كل واحد وكيفا اهنا نحط صدر الدجاج اللي تبرته وقليته ونزيد نضيف البيضة لبنات اهنا هذا وموش محروق كي ما شنتو صدر الدجاج كي طيبته نفس المقلة اللي طيبت فيها هذك الدجاج طيبت فيه البيض اعلى بيها راكم تشوفو في اللون هذك بش ما تقولو لي شو محروق او موش محروق بعد زيت حطيت البطاطا ونحط الطماطم الطماطم اللي يحب يصديرش عليها الملح يرش ونحط هنا ايه ورقة صلاطة صلاطة خضراء وهكا يكون البورجر بالدجاج واجد معنا وصاجي كما راكم تشوفو والله جاب نين يحب رافقتو بالصص بالهريسة وبالصص الجغيان كما كون تشوفو هاي اكي هريسة وكي ما تحبو يعني كاي اللي يحبيه كل هريسة كاي اللي ما يحبش هنا كل واحد وكي ما يقولو الاكل اذواق ها هو اكي هذي هي البنات الوصفة التانية اليوم ان شاء الله تكون في قناة اعجابكم وان شاء الله هتجربوها وتعجبكم ما بقى لي غير نقولكم في امان الله وفي الملتقى ان شاء الله والايام هذي ان شاء الله راح تكون فيديوهات بكثرة فيديوهات حماسية فيديوهات فيها نشاط فيها هايوية هذي هي وش بقى لي نقولكم نحبكم بزاف غاليتي وربيج معنا ديما في ساعة الخير عني نكسملكم في هذه الحبيبة البنات باش تشوفوها تشوفو من الداخل كيفها جات الخبز ما نحكي لكم جربوه وردو لي بالخبر يعني كديرو الخبيزات هذو مش بالضرورة تستعملوهم بورجر تقدروا تعمروهم باش تحبوا يعني باش تحبوا ها هذا ما كان السلام عليكم وان شاء الله الوصفة تلقوها في موقعها لك وقت بعد السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة